توجه جديد لدى الإدارة الأمريكية بدى في الآونة الأخيرة لحل النزاع مع إيران مستشار الأمن القومي جون بولتون كان أحد ضحايا هذا التوجه الجارديون البريطانية نشرت تقريراً تحدثت فيه عن سبب إقالة بولتون الإقالة وفق الصحيفة جاءت بعد طرح ترام فكرة تخفيف العقوبات المفروضة على إيران فكرة لم ترق لبولتون مجادلاً بقوة واندفاع ضدها حسب ما نوهت به الغارديون في تقريرها أسباب رغبة ترام بتخفيف العقوبات الأمريكية على إيران هي وفق ما ذكرت الغارديون سعيه للاجتماع بالرئيس الإيراني حسن روحاني اجتماع يتوقع أن يجري على هامش أعمال قمة الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في نيويورك الشهر الجاري من غير الواضح إلى الآن فيما إذا كان تخفيف العقوبات سيكون كافياً لإيران لتحقيق الاجتماع بين ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني فروحاني كثيراً ما أكد على رفضه التفاوض مع استمرار العقوبات الأمريكية وذلك ما صرح به مجدداً في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحسب بيان للرئاسة الفرنسية ترجمة نانسي قنقر